ده كلام مهم وإشارة أهم إلى ضربة البداية مع مقالي ومقاله شالوا برقع الحياة الحياة للتحاد المصري لكرة الطائرة شال برقع الحياة بجد في كل التفاصيل لمجلس الإدارة من وقت ما اشتغل يشيل مدير فني علشان المدير التنفيذي النافذ في الاتحاد ابنه ما اتخدش المنتخب فيتشال مدرب المنتخب الرجل الأجنبي ويتشال ليلة السفر للجزائر للمشاركة في ألعاب البحر المتوسط جالك رد عايزين نعلق عليه وبعدين الغريب جدا أنه الرجل المدرب الأجنبي نفسه يشتكي أو يرجع يتكلم من أسبوعين مع الزميل هاني حتحود ويحكي التفاصيل ولا من شاف ولا من ديري فتوقعنا أنه سلطة الحكم الرياضي المفروض اللجنة الليلومبية هي اللي المفروض تنزعج تنزعج للكلام الفاسد اللي بيحصل في الاتحادات وإزاي الأمور يتسكت عليها بهذا الشكل فيجيلك الرد المدهش والمؤسف أنه اللجنة الليلومبية هي اللي بعتت للتحاد الطائرة تقول لهم يتشال المدرب ما يسافرش هل ده منطق يخش عقل ولا ده طلب من حد نافذ يعمل ده ما هي في الآية الدفاتر دفاترنا احنا نسويها بالطريقة مش حقيقة وعلى فكرة وحتلاقي الكلام ده عندما أسيرت الأمور اترتد ما هو الدفاتر دفاترنا والتواريخ تواريخنا قول لي أنت الاتحاد بناء على إيه ده اللي نبيه قالت المدرب ده ما ينفعش لكنا خضنا مصابقات ولا كنا عملنا حاجة وللت الصفر وللت الصفر طيب عملته في إيه تاني من حاجات بقى اللي فيها فشل حقيقي طلب التغيير مدربين نتيجة فشل عبد عبد حتلاقي الواقع الأولى والأخيرة في هذا الأمر مما يدلك على بدل ما تيجي تنفي أنت أثبات لما تبقى تختص بهذا وتنفرد بهذا الخطاب اللي بيغطيك طب ما هاللاجنة اللي نبيه جاءت قالت لك فوضع تاني لا العودة القديمة تعتمد لما تحبت تغير شوف أستاذ إبراهيم حنظان وحتعرف الناس هتعرف تستف ورقة في الآخر لأن كله بيغطي على كله إرادة الإصلاح طب إرادة العدالة بلاش الإصلاح ما العدالة أساس الإصلاح إدي حاجات تحكم الجميع عشان الناس تعرف تشتغل لا إحيا لكن لما كل واحد عارف أنه أعمل علي وأروح للناس اللي تغطيلي يتفتحني الاتحاد إمتى والتأيد فلان إمتى طيب فلان خارج القائمة إزاي يتأيد في غير موعده العقد والاتحاد الدولي ياخد هذا الكلام يحكم به بقين حتى شكلنا قدام الاتحادات الدولية مش كويس إحنا مش دولة جديدة في الرياضة ما يصحش هذا النوع من المشاكل يبقى موجود عندنا طيب خد بقى عشان تشوفوا الأمر يوصل لفين في الفوضى اللي موجودة إداريا ماريو مصطفى لعبة في النادي الأهل عقدها خلص النادي في إطار تجديد عقود اللاعبات جدد عقد ماريو مصطفى والتقاها الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي والمهندس خلد مرتجع من الصندوق في وجود والدتها الكابتن هناك حمزة عضو اتحاد الطائرة وكابتن النادي الأهل السابق صورة موجودة والعقد موجود وهتشوفوها وعرضناها والأمر كان واضح جدا ومعلن عقد بقيمة وحصلت على مؤدم العقد وكل واضح جدا وسابت وقلتلكوا احنا هنا قبل كده عرضنا والقناة عرضت هذه الصور ايه اللي حصل فجأة طلعت أصوات إعلامية تقول انه الكابتن هنا حمزة ارتبطت بعمل في نادي الزمالك دي في الناحية الإدارية أمر برضو غير مسبوق ان في مسؤول في الانتحاد يعمل في نادي يتقال لا اصلا هي مسؤولة لجنة اكتشاف المواهب وبعد كده يقول لك لا ما فيش دليل فليكن ما هي الدفاتر دفاترنا في النهاية هنسبت اللي احنا عايزينه وننفر اللي احنا عايزينه برضو لكن ما يخص النادي الاهلي انه في لعبة تتعاقد مع النادي تجدد عائدها وتحصل على مقابل وتتصور ويعلن ده ثم الطرف الآخر وهو نادي الزمالك يعلن ضم اللاعبة ويقولوني في انهي وضع ده يحصل لما بيحصل بيحصل ايه؟ ايقاف لاعب وقع لناديين ويرجع لناديين الاصلي لانك انت لم تعترف بالعقد التالي له الاصل في المسألة العقد القائم يطلع مسؤول في الاتحاد يقول ان احنا في الحالتين لان في لعبة في الزمالك بتشتكي ان انا ماخدتش فلوسها من فترة وماضي عقد قالت ان انا ماضي على سنة اكتشفت انه هما ثلاث سنين دي تفاصيل الاتحاد هو اللي بدت فيها في مدى قانونيتها والمفروض يكون فيه جهات قانونية تفحص وتتأكد من دقة التوقعات والمضمون بتاع العقد لكن ما يخص النادي الاهلي دي صورة مريم مصطفى مع السيد العامر الفارو والمهندس خالد مرتاجي والكابتن خالد العوض والكابتن حمز الصافي بعد التوقيع وفي وجود والدتها الكابتن هناء حمز اذا الامر كان طوعية وفي حالة ودية جدا وبشكل رسمي وقانوني والسعادة على وجه الجميع واضحة ومريم مبسوطة علشان المسألة كانت كلها في الاطار الود جدا ايه اللي حصل بعد كده يقول رئيس الاتحاق او مسؤول في الاتحاد انك انت لما يجي لنا الامر وهنعرضه اللاعب او اللاعب اللي وقعت للناديين سواء دي او دي يعني لعبة الزمالك او لعبة الاهلي تتويف من شهرين لتلاتة او من شهرين لاربعة وبعد كده ترجع تتخير عايزة تروح فين يا سلام يا سلام بجد عمركو شفته فوضى زي كده يعني انا بكافئ اللاعب اللي تجاوز او اللاعب اللي تجاوزت اللي اخترقت عقدها ومضت عقد مع نادي تاني وهي متعقدة مع النادي بتاعها بكافئها هتاخد شهرين راحة ونفذت تغرضها النادي الاصلي صاحب العقد الاصلي حقه فين امتى دا بيحصل انت في كل المواقف في كل الاتحادات والوضع الطبيعي الايقاف دا عقوبة على خطأ قانون حصل وهو التوقيع لنادي بغير وجه حق يرجع اللاعب لناديه الاصلي انما ازاي يخير عشان يمشي طيب انت عقبت النادي الاصلي لللاعب وكافئة النادي اللي اغوى اللاعب باختراق عقده وقفت مع اللاعب اللي انتهك العقود فيه كده يرجعوا في الاتحاد وقولوا لا طيب النادي الاهلي من جنوبه هيعمل ايه النادي الاهلي بكرة هيتقدم بحافظة المستندات الكاملة القانونية عنده في الواقع دي للاتحاد عشان تعرض على الشؤون القانونية في الاتحاد ومتمسك بحق القانوني الكامل لابعد مدى لكن فكرة انه تتفصل القرارات ويعلن عن القرارات مسبقا قبل حتى الكسمة يعرض وقبل النادي الاهلي ما يقدم ورقه وقبل ما تشوفه اي حاجة فجأة يطلع الكلام ده هل ده منطقي؟ انا عايز اذكر بحاجة بس انا مش عايز احكم بقى طالما انه بتقول فيه حافظة مستندات وهتقدم عشان ما نبقاش بنستبق الاحداث الغريبة اللي بتحصل يعني انما انا عايز اقول حاجة انا قريد خبر مش عارف ماذا صحته ان اللاعبة لعبة نادي الزمالك وهي بتحقق معها رايحة معها المحامي بتاعها فقالوا لها لا انت تخشي لكن ما فيش محامي معاك فانسحب اذا كان هذا الامر قد حدف وانا مش مستغرب انه يحصل لانه انا شفت المشهد ده قبل كده لما رحنا مع جده ايوه عشان يتحقق معاه وكان هناك ربض ان يحضر المحامي بتاعه وكان هناك ربض ان احضر ممثلا عن النادي الاهلي وفقا ان اللجنة القانونية اللي بحاحتها اللي ما عودش مع المحامي بتاعه وانت يا باشموندس يعني الحقيقة قلت له حاجة غريبة جدا الطرف التاني المحامي بتاعه موجودة هو وبعدين فيما يتعلق ده باللاعب فيكون القرار بس المحامي يقعد وما يدخلش يسمعه بس طيب وانا بقى وضعي ايه قالوا انت مش طرف مش طرف قلت له انتو عملتوني طرف ليه انت وقف لللاعب لحين انتهاء التحقيق فاصبحت جاي اداف عن حقوق انا عندي ماتش في افريقيا ارفع الاقاف لحين انتهاء التحقيق بالضبط وبعدين انا اقولك سلام عليكم لكن الاراضة ان يكون هناك قرار معلم انا ليه بحكي البس ان بس عشان الناس كلها تتعلم من المواقف وصدر القرار رغم ان اللاعب اراد ان يستشهد انه مضى العقد فارغ وان التواريخ لا تتطفق مع الاحداث وان هناك تلاعب في العقد وانه ما قبضش فلوس وعايز استشهد بالوكيل بتاعه اللي كان حاضر فيرفض طلبه قلت لهم كده يا جماعة الراجل ده طاعن في صحة العقود انتو حتوصلونا اننا حنتطر نلجأ للنيابات ونلجأ للقضاء العادي لان دي مش وقعت مش وقعت نظام رياضي هنا دي انتو رفضين تدوا ابسط الحقوق للعب ووقعت تزوير الماوحة وصلت مداها وغرموه 12 مبلغ كبير جدا 12 مليون جنيه بقى ان كان عقد شرط جزائي في العقد بتاعه او حاجة زى كده لجلت شؤون اللي عابين طب ايه اللي حصل لما خدنا المصاري الاخر كيف انتهى الامر ان النيابة تكتشف ان فيه تزوير وان هناك من يطلب من النادي الالي ومن اللاعب من فضلكم لا 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 نصلحها بطريقة تانية عشان ما يتقزش فيها ناس وهو مكان لكن انا في الاخر عايز اوصل هو احنا ليه ما مش ناس صح من اول يوم انت ساعة ما اشتريت اللاعب اشتريته من نادي الاتعاد سكندري الذي سبق الفصل في الخلاب بينه بالنادي الزمال واعتمد في قيمته وانا اشتريته من قيمته كان فيفتح هذا الامر مرة تانية بطريقة الدفاتر دفاترنا والتواريخ تواريخنا وان كان عجبكم لا مش عجبنا وفيه مصارات اخرى هتاخد وقت اصعب لكن في الاخر الحق حيزة مش عايزين كل القضايان الراضية تمشي بهذا الامر عايزين الامر يبقى فيه لوائح شفافة ما فيش تواريخ ما فيش تعديل في نظام بعد ما تنطلق الامور وتقول للعقد القديم اتلغى وحنعمل عود جديد فاللجنة الانبياء ترفض فتدور على مصار اخر تحل بيه المشاكل هذا كل اللي يعنين هو في الاخر يعني الدنيا مش هتطار بقى والنادي الاهلي حيعرف يتعاش معاي موقف ويعالجه لكن فكرة ان انت دايما داخل في دائرة الشك ودائرة العدم الشفافية ودائرة منطق الدفاتر دفاترنا والتواريخ دواريخنا في الرياضة ما يصحش تمسي الامور كده لانها لما بنصعد الناس بتكتشفوا البلد دي ايه يعني اللي بقى لها اكتر من مئة سنة في الرياضة كيف تحدث هذه المشاكل الان استاذ براهيم ما كانتش عندنا مشاكل دي قبل كده بالطريقة والكسافة دي فده هل كنا منظمين اكتر ولا كنا عندنا حياء اكتر في مواجهة الخطأ ولا كنا انا 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 بعتلك صور اه عشان طبعا فيه حديث للدكتور اشر صوحي انه عايز المبادرات السلام الرياضي والصلح الرياضي والروح الرياضية وانه لا تفريض في هذا الامر وكنت بعتلك صور كابتن صالح مع حسن حلمي مش عارف مين مع كابتن حسن الحمد مع الدكتور كمال درويش هكذا وكان فيه مشاكل وكان فيه تنافس وكنا ساعات بنخش فيه منافسات على لعيبة وبنشك بعض احيانا لكن من منظور في الاخر بيحكمنا الى حد كبير نظام كان فيه اختراقات بس كانت مقبولة او مش مقبولة يعني محدودة محدودة اقصد محدودة لكن بالطريقة دي اصبح الامر يسود 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 الكثير من الريبة والارتياب لدى الهيئات الرياضية محدش مرتاحة طيب لي انا بقول لكم شالوا برؤ الحياة جماعة لان المسألة فعلا بقى فيها قدر عالي جدا مش حايز اقول لفظة حتى برى الرياضة انما ده غير معقول بالمرة والمفترض ان اي اتحاد يكون مارق على الحدود بهذا الشكل فيه استقدمات لعيبة وفتح وفيه حاجات كتيرة قوي غريبة وعجيبة وموجهة وكله بيشير الى نفوذ السيد المدير التنفيذي وعلاقاته في وزارة الشباب والرياض ده كلام غير معقول وغير مقبول السكوت عليه كتير لانه المفروض فيه تصويب مسار انت انت عندك لجنة اولمبية اذا كانت اللجنة الولمبية رأس الحركة الرياضية اللي المطلوب انها تتدخل فتفجأ انه مسؤول الاتحاد نفسهم يقولك احنا شلنا الراجل وبنان على جواب من اللجنة الولمبية بلا اي منطق وبلا اي سابقة وبلا اي سبب ومين اللي قايم يعني اللجنة اللي مبين ما تتدخل تدخل عقب حدوث متردية حدث خلص حدث خلص ونتاج والأداء وحش والأداء حالة من يا راجل ده رفع الأسقال الشكاء ودخل خارج ما بتعملش فيها كده من الجهات المسؤولة ما بتحققاش يطلس نتيجة دي بالسرعة دي والراجل رايح المطار ويطلع المدرب الأجنبي وقتها ويتكلم بوضوح ومحدش حاسب طب التعامل مع النادي الأهلي في التحاد الطائرة هيفضل كده هل هيفضل الاتحاد يدار وان وي بهذا الشكل لا هو بيغير واقع والاتحاد الوقتي بيغير واقع لما تيجي انت السنة اللي فاتت في موسوع جينس رجال وسيدات انت بتصنف وفريق ملوش منافس في القارة وفجأة تتضرب هنا وتتضرب هنا عشان تفقد هذه المكانة مهي مصر اللي بتفقدها برضو معاك انك يتنير خمس ست لعبات من النادي الليل لنادي وعايز الباقي برعاية وعناية النهاردة اللعيبة بتجدد وقبل الموسم انطلق يقول لك هسلي شروق عندها مشاكل محمد الصافي دي مجددة في وجوده ونسا الموسم ما ابتداش ظهرت المشاكل اللي قمت وشروق دي كانت كل يوم لها بوست بصورتها بتتغذل وبتلاقح كلام عن اللي مش واسبه واسبه النادي الاهلي الاهلي لا يقرم بالاموال مش عارف ايه وفجأة تبصت لقيها واخد موقف تاني انا باتكلم ان طب وهو ده المناخ اللي حنخلقه وهو الاندية اشمعنا النادي الاهلي بيحصل فيه كده ما تفاهمنش ان النادي العمال يكسب 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 ويضيف بطولات ان لعباته متضايق اللي ملهاش ولا لعبة منهم لعبة منهم لها مصنحات متأخرة طب ناس مشت لان توعدت بما بالغ اكبر بس الناس دي في نفس التوقيت كان فيه ناس قاعدت اشترت النادي الاهلي اللي غير موقف بعضهم الا ان يكون برضو ما تسابوش في حاله واتوعدوا بحاجات اكبر وهكذا انت المقصود مش انك انت ادعم نفسك بقدر ما انت المقصود يتهد منظومة ناجحة في مكان ما مفيش حد بيتعرض لهذه الامور بالشكل ده ابدا وبالطريقة دي ابدا والاهلي ما اعتقدش انه هو حيتهاون اطلاقا في هذا الامر يعني الاهلا يقدم بكرة حافظة مستنداته القانونية بالكامل وفي انتظار قرار الاتحاد وان كان من الغريب والعجيب والمريب ان مسؤول الاتحاد يعلنوا عن موقفهم وعن قراراتهم قبل بالاهل يبعت وراءه جديدة دي بس بس حد قال لك الله لسه ما ظهرش حاجة يديبوا الكلام ده منين ننتظر ننتظر لنرى اشتركوا في القناة